قائمة الناجين من مسبحة فيلر والراحلين عن الفريق الدهير الأصمر يدخل حسابات فيلر لضمه في الصيف الأهلي يمنع لاعبيه من الظهور في الإعلام لأجل غير مسمى تفاصيل تعرض باهر المحمدي لحادي السير وتفاصيل انتقاله للأهلي محمد فضل يفتح النار على مرتضى منصور بشأن عادة الدوري مشاهدين أهلا بكم وعدنا من جديد مع أخبار النادي الأهلي اليوم والبداية مع الخبر الأول تمسك السويسري ريني فيلر المدير الفني للنادي الأهلي برفض عودة عشر معارين إلى صفوف الفريق من أصل 13 معار في الموسم الحالي وضمت قائمة الناجين من مسبحة المعارين لفيلر السوريسي محمد شريف وأكرم توفيه ومحمد عبد المنعم فيما رفض عودة باقي اللاعبين وطلب السويسري تجديد إعارتهم أو بيعهم نهائيا وفقا لرؤية مجلس الإدارة ولجنة التخطيط حيث ضمت القائمة ناصر ماهر وصلاح محسن وأحمد ياسر ريان ومحمود الجزار وباسم علي وعمار حمدي وعمر جمال وأحمد علاء وحسين السيد ووليد أزارو أما الخبر التالي فقد دخل النيجيري بليسينج إليكي هداف فريق لوزورن السويسري ضمن ترشحات الجهاز الفني للنادي الأهلي مرة أخرى بناء على طلب المدير الفني للفريق وكان مسؤول الأهلي قد دخل في مفاوضات مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية عن طريق أمير توفيق مدير التعاقدات وفشلت هذه المفاوضات بسبب مغالاة النادي السويسري في طلباته المادية ما جعل مسؤول النادي الأهلي يتحركون للتعاقد مع السنغالي إليو بجي القادم من الدور النمساوي ويمتلك الأهلي حاليا خمس لعبين أجانبهم التنسي على المعلول والسنغالي إليو بجي والأنجولي جيرالدو والنيجيري جونيور أجايي والمالي إليو ديانج إلى جانب المغربي وليد أزارو المعارحة للاتفاق السعودي الخبر التالي تعرض المدافع الدولي باهر المحمدي لحادي السير أثناء توجهه إلى القاهرة لاستكمال برنامج التهيلي للتعافي من إصابة التمزق في الركبة وذكر مصدر نقلا عن أحد أفراد عائلة باهر المحمدي أن باهر المحمدي بحالة جيدة ولم يتعرض لأي إصابات وأن كل ما حدث ما هو إلا انفجار في إطار السيارة الخاصة باللاعب وكان اسم باهر المحمدي قد ارتبط بالانتقال إلى النادي الأهلي في الانتقالات الحالية وتوقيعه للنادي الأهلي لمدة أربع سنوات مقابل 60 مليون جنيه على أن يحصل اللاعب في القلع الحمراء على 15 مليون جنيه كراتب سنوي إلا أن المهندس إبراهيم عثمان رئيس نادي الإسماعيلي كشف حقيقة توقيع باهر المحمدي لعب الدرويش للنادي الأهلي وقال في تصريحات في الموقع الرسمي لنادي الإسماعيلي لا صحة لما تردد حول نية النادي في التفريض في خلمة باهر المحمدي أو السنائي الشاب محمد صادق وعبد الرحمن مجدي أو أي لاعب من القوام الأساسي للفريق لأن معظم اللاعبين من القوام الأساسي للفريق تم تجديد عقدهم لفترة طويلة رغبة من النادي في تحقيق أقصى استفادة من جهودهم كما يرفض النادي أي إغراءات للبيع أو الإسغناء عن أي لاعب من القوام الأساسي للفريق وننتقل للخبر التالي حيث قرر سيد عبدالحافيز مدير الكورة بالأهلي عدم ظهور أي لاعب من الفريق الأول لكرة القلم بالنادي الأهلي في البرامج التلفزيونية والإزاعية ابتداء من اليوم وذلك لأجل غير مسمى جاء ذلك بعد أن منح مدير الكورة الفرصة الكافية للعب الأهلي للظهور في وسائل الإعلام المختلفة طوال الفترة الماضية وكانت لجنة التخطيط بالأهلي قد أعلنت تطبيق اللائحة بالحصول على نسبة من الظهور في البرامج لجميع أفراد الجهاز الفني ولاعبي فريق الكورة قبل أن يقرر مدير الكورة عدم ظهور أي لاعب بعد منح فرصة كافية للظهور الإعلامي وننتقل للخبر التالي عن سر انسحاب الزمالك من صفقة حسام عشور كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن تفاصيل عرض اسم حسام عشور قائد نادي الأهلي على مسؤول النادي الأبيض خلال الفترة الماضية للتعاقد معه خلال الموسم الجديد بعد أن أعلن الأحمر عدم رغبته في تمديد تعاقد اللاعب على أن يكون الأخير أمام خيارين إما الاعتزال أو الانتقال لأي نادي آخر وقال مصدر زمالكاوي في تصريحات صحفية وكيل اللاعبين سيد مرعي كانت تجمعه جلسة مع حسام عشور وذلك قبل أن يعلن الأهلي عن قراره بعدم رغبته في تجديد عقد اللاعب لمواسم أخرى وعرض مرعي على عشور الانتقال إلى صفوف الزمالك وهو ما رحب به قائد الأهلي وكشف المصدر عن مفاجأة حيث قال أن إدارة الزمالك وصلت لها معلومات مؤكدة أن حسام عشور قام بتسريب خبر المفاوضات لمسؤول الأهلي كنوع من أنواع الضغط على إدارة النادي الأحمر لرغبته في الاستمرار بين جدران القلع الحمراء وهو الأمر الذي أغضب مسؤول الأبيض بشدة ودفعهم للإنقلاب على اللاعب وعالم التفكير في ضمه وشدد المصدر الزمالكاوي قائلا لن نسمح أن يقوم اللاعب باستغلال اسم الزمالك من أجل تحقيق رغباته وبناصل إلى آخر خبر معنا اليوم حيث أكد محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم أن قرار عودة مسابقة الدور الممتاز لم يحسم حتى الآن بشكل رسمي وقال محمد فضل في تصريحات تلفزيونية عبر فضائط أون تاينيس بورد عودة النشاط الكروي قرار دولة ولم يتم حسم الأمر حتى الآن وأنا استغربت جدا من تصريح أحد رؤساء الأندية بالدور الممتاز بأن أي تدخل في عودة النشاط الكروي من عدمه يعد تدخلا حكوميا وأضاف هذا المسؤول معندوش وعي ومن المفترض أن تكون تصريحاته مسؤولة وأن لا يسير البلبلة خاصة في ظل الأوضاع التي تمر بها البلاد في الوقت الحالي بسبب فيروس كورونا وقرار عودة النشاط الرياضي في أي من دول العالم هو قرار دولة وهذا لا يحدث في مصر فقط وكان مرتضى منصور رئيس ناد الزمالق قد هاجم محمد فضل بعد تصريح الأخير بأن قرار عودة الدوري في يد الدولة قائلا ألا يعلم هذا الطفل المعجزة أن ذلك تدخل حكومي ثم أنهى محمد فضل كلامه نمتلك ملف حاليا على أعلى مستوى للتعامل مع كيفية عودة الدوري الممتاز مضيفا اللجنة الخماسية ستناقش مع المدير الفني للاتحاد ومدرب الأندية الخطة المستقبلية حال إلغاء الدوري وبكده مشاهدين خلصت معاكم حلقتنا النهاردة أتمنى تكون لها لا تعجبكم في النهاية عزيزي المشاهد لو عجبك الفيديو اضغط لايك لو مشاهدنا الأول مرة اشترك في قناتنا وفعل رمز الجرس ليصلك إشعار بكل أخبارنا الجديدة شكرا لكم وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته